نبدأ بقى أخبارنا النهاردة في التاسعة ونقول نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تدوله من أنباء وهذه الأنباء بتزعم تجريف أشجار حديقة الحيوان بالجيزة تزامنا مع تنفيذ خطة لتطويرها الحقيقة حاجة غريبة جدا يعني هذه الحديقة الجميلة التاريخ يعني مكنها والمجهود اللي بزل فيها قديما وان شاء الله أنا يعني شايفة أنه هذه الحديقة بجد أنها تعود وأن احنا يرجعوا الأطفال والأسرة والعائلات يروحوها أعتقد حتبقى حاجة مبهرة وطليق بتاريخ حديقة الحيوان المصرية اللي معروفة مش بس في العالم معروفة كمان في الوطن العربي كله نفت أيضا وزارة الزراعة تلك الأنباء الخاصة بقى بتجريف الأشجار نفت كمان مؤكدة أن حديقة الحيوان ذات طبيعة خاصة ولا يمكن المساز بها أو قطع أي من النباتات والأشجار النادرة المتواجدة بها لافتة أنه سيتم تنفيذ خطة لتطوير الحديقة ورفع كفاءة جميع خدماتها بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها واستعادة طابعها التراثي مع إعادة تقدمها بشكل جديد كمنطقة مفتوحة ومساحات خضراء تقدم الحقيقة متنفس للموطنين لتكون حديقة الحيوان على غرار الحضائق العالمية المفتوحة بلا حواجز مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية دون أي خطورة على الزائرين إلى جانب ربطها أيضا بحديقة الأرمان وذلك من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية هنا أنا عايز أقولكو حاجة بديعة لو تتخيلوا كده لما حتبقى حديقة الحيوان وحديقة الأرمان الأرمان اللي بنروح بنشوف فيها معرض النباتات والزهور والأرمان الحديقة حديقة كبيرة جدا والحقيقة هي طبعا بالقربة أو ممكن يكونوا يعني بيتشاركوا بعض الأصوار مع بعض أعتقد حتبقى الحقيقة بقعة خضراء في منطقة الجيزة حتبقى بديعة فخلينا كده نتفائل ساعات فيه ناس كده توقف المراكب السيرة يعني يبقى فيه حاجة حلوة بتتعامل فلازم التشكيك التشكيك ده بيترد عليه على طول بكلام علمي وكلام موثوق فيه طول الوقت